اشتركوا في القناة او انا ممكن استخدم الحماية الفيزيائية وغيرنا ممكن يستخدم الحماية باستخدام الاجراءات والسياسات وقلنا انه علشان تبقى معلوماتك وبيناتك امنة كل ما تزود في اقصام الحماية كل ما تحقق مستوى اعلى من الامان كلمنا عن اقصام الحماية في الفيديو اللي فات الفيديو ده هنتناول مع بعض عناصر الحماية قال لي ان فيه تلات عناصر لابد ان احنا نستخدمهم مجتمعين يعني بعكس اقصام الحماية زي ما اكدنا وبنأكد تاني ان احنا بنستخدمهم التلاتة مع بعض او بنستخدم قسم واحد او قسمين من التلاتة اقصر الموضوع النهاردة مختلف تماما لاننا لازم نستخدم التلات عناصر مع بعض علشان نحقق في النهاية الامن المعلوماتي التلات عناصر دول مجموعين في مصطلح مشهور جدا في امن المعلومات اسمه CIA ولو تلاحظوا ان احنا في الفيديو الاول سألنا سؤال على ال CIA وقلنا انه مش هو اللي الناس فهمه او عرفته من خلال الافلام الامريكية او من خلال الاخبار او البحث في الانترنت انه مش بيشير الى وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية لكن هنا الموضوع مختلف في امن المعلومات مصطلحنا النهاردة يا شباب هو ال CIA كل حرف من دول بيشير الى عنصر من عناصر الحماية اللي احنا بنأكد لازم نستخدمهم هم التلاتة مجتمعين تعال ناخده واحدة واحدة علشان نفهمه كويس جبني اول عنصر معايا هو الكمفتنشيالتي الكمفتنشيال يعني سري ازاي احقق امن معلوماتي وبياناتي من خلال السرية يعني ايه سرية قال لي سرية انت بتمنع غير المصرح ليه من انه هو يطلع على البيانات او المعلومات معنى ذلك ان بياناتي ومعلوماتي بتكون مخفية الا عن الاشخاص اللي انا سمح لهم يطلعوا على بياناتي ومعلوماتي هناخد مثال علشان نفهم يعني ايه سرية او خصوصية لو انا بتعامل مع بنك ما فاكيد ان انا فاتح حساب في رصيدي بجري عليه عمليات السحب والايداع والتحويل وكشفات الحساب وما الى ذلك يبقى هل من المنطقي او من المعقول ان اي حد يعرف تعاملات البنكية رصيد حسابي رقم ارقام الحسابات اللي انا ممكن اتعمل معها الاجابة هي لا هي فيه اشخاص معينين او محدودين فقط هما ليهم الحق الاطلاع على البيانات والمعلومات دي فبالتالي العنصر السرية بيتحقق لما مبنع غير المصرح ليه من انه هو يطلع على البيانات والمعلومات دي تالي عنصر معايا هو الاندجريتي او السلامة ازاي يبقى بياناتي ومعلوماتي سليمة قال لي علشان توصل لمستوى السلامة في امن المعلومات يبقى حضرتك هتمنا غير المصرح ليه من التعديل على البيانات والمعلومات دي وابسط مثلا على كده لو انا عندي موقع الكتروني همنا غير المصرح ليه من انه هو يعدل في البيانات اللي انا حطتها في الموقع الكتروني التاعي يعني من غير المنطقي ومن غير المعقول كمان لو موقعي ده مثلا في معلومات عن منتج انا ببيعه وحطت سعر 100 دولار مثلا أو 50 دولار فيجي أي شخص يروح الشاطب على 100 دولار ديت ويقول لا أنا هخليه بـ 8 أو بـ 7 يبقى كده معلوماتي وبياناتي مش سليمة لأن أنا سمحت لأي حد أنه هو يعدل عليها ثالث عنصر معايا وآخر عنصر معايا من الرمز أو مصطلح الـ CIA هو الـ availability الـ availability يقصد بيها أن معلوماتي وبياناتي تكون متوفر الوصول لها عند الطلب يعني إيه الكلام ده؟ يعني من غير المنطقي ومن غير المعقول أن بيانات حساباتي البنكية لما أروح أسحب فلوس بينها أو أعمل عمليات تحويل أو إيداع أو أطلب كشف حساب الموظف البنكي يقول لي لا والله ما فيش عندك حسابات أو ما فيش رصيد لك أصلا عندنا فبالتالي الموضوع ده هيبقى مؤرق بالنسبة لي وهتبقى مشكلة كبيرة يبقى قلنا اتكلمنا باختصار عن مصطلح الـ CIA وقلنا دي 3 عناصر لازم تتوفر في المعلومات والبيانات علشان في النهاية أحقق بيها أمن البيانات والمعلومات هي مصطلح السرية والسلامة والإداحة حد يقول لي أو ممكن يكون سؤال بيتابادر للذهن أنه إزاي هفرق بين المصرح لي وغير المصرح لي إحنا قلنا أنه في ناس مصرح ليها هتطلع وفي ناس مصرح ليها هتعدل وفي ناس مصرح ليها أن هي هتوصل للبيانات المعلومات دي وعلى النقيد في ناس غير مصرح ليها أن هي تطلع أو توصل أو تعدل على البيانات هفرق إزاي بين المصرح لي وغير المصرح لي الكلام ده هيتم من خلال معيار مشهور جدا اسمه triple A triple A كل كلمة أو كل مصطلح بيبدأ بحرف A لذلك سمي triple A أول معيار معايا هو الاثنتيكيشن تاني معيار هو الوذيريزيشن وتالت معيار هو الأكاونت تعال برضو ناخدها واحدة واحدة بأسلوب بسيط علشان نفهمها قال لي هنا معيار triple A بيحقق لأمان المعلومة من خلال أنه هو بيفرق بين المصرح ليه وغير المصرح ليه من خلال ايه أول حاجة الاثنتيكيشن أنا عايز أعرف أنت مين علشان لما أعرف أنت مين هقدر أفرح أنت مصرح ليك أو غير مصرح ليك بعد كده لو عرفت أنت مصرح ليك أو غير مصرح ليك هبدأ الخطوة التانية اللي هي الاثنتيكيشن أنت مصرح ليك بإيه مصرح ليك تطلع فقط ولا تطلع وتعدل ولا تاخد اطلاع وتحكم كامل على المعلومات ديات وده بيتم من خلال معيار الثالث اللي هو الاكاونتينج أن أنا هبدأ أرائب تحركاتك وهشوف هل استخدمت الصلاحيات اللي أنا منحتها ليك ولا حاولت تتعدها أنا هنا بأكد على أن معيار التريبل ايه معيار مهم جداً ولازم نفهمه بشكل كويس جداً جداً لسبب قوي كمان أنه هو المعيار ده الناس اللي بتسلك مصار الهاكينج الاختراقات والتخريب بيحاولوا أنه هم يلعبوا في المعيار ده من خلال أنه هو بيتقمص دور واحد مصرح ليه وهو في الأساس غير مصرح للوصول معلومة وكمان بيحاول يخفي الأشياء اللي بيعملها أو الأدوات اللي بيستخدمها في حق الوصول البيانات من خلال أنه هو بيخفي عمليات الأكاونتنج اللي احنا تكلمنا عليها هنقف شوية عند التريبل ايه في الفيديو الجاي هناخده كده من خلال يعني كل بعيار يعني الوثنتيكيشن هنفرد لمجموعة من الفيديوهات علشان نشرحه نشوفه البروتوكولز اللي بتتم من خلاله العمليات دية السيستم الآلة الموقع الاكتروني اللي أنا بتعامل معاه بيفهم إزاي هو أنا مين أو بيقدر يتحقق من هويتي الرقمية في العالم الرقمي زي في الحياة بالضبط مش أنا معايا بطاقة شخصية معايا باسبور بقدر أسافر بي وبنتنقل بي من دولة لدولة هو الراجل ده عارف إزاي إننا الحامل الهوية اللي بتسمحلي بالمرور في الحياة بيشوف صورتي بيطابق بياناتي بيشوف رقم الجواز بيشوف هو فعلا صحيح ولا لا في العالم الرقمي أنا برضو ليه هوية رقمية كده بقدر من خلالها أتعامل مع المواقع الخدمية بتعامل مع البريد بشكل يومي بتعامل مع العالم الرقمي من خلالها اللي هي الاثنتيكيشن بعد كده لما بيعرف أنا مين بيبدأ يديني التصريح المناسب ليا أو الممنوح ليا من خلال عملية الاثنتيكيشن بعد كده هو بيقوم بعملية مرأبة لنشاطي من خلال الأكاونتنج وبيسجل علي كل العمليات اللي بتتم في العالم الرقمي الكلام ده إن شاء الله بإذن الله هنشوفه في الفيديوهات الجاية ببساطة وبيسر وهنشرحه كمان عملي يبقى احنا في خطوتنا دي يا شباب تعلمنا ايه تعلمنا حاجتين مهمين جدا 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 تعلمنا مصطلح السي اي اي هو العناصر الثلاثة اللي لابد تكون مجتمعة مع بعض علشان تحقق للأمن المعلوماتي واتعلمنا كمان إن أنا بقدر أفرق بين المصرح ليه وغير المصرح ليه من خلال معيار تريبل اي أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر